يوم ان شاء الله حمالك وصفة طير روعة لانشون النباتي يلا بنا المشروم 1 كيلو اللي هو فريش هذا هو مخصول نضع من 20 الى 30 دقيقة على النار بفضل دائما انه اذا ما كان مخصول انه احنا نخسله جيد نوضع الفطر في الخلاط اي نوع خلاط متوفر عندنا ممكن نستخدم المعلب المعلب نستخدمه بدون طهي بنغسله بنرفع الماء منه ممكن نغسله وبنوضعه متل ما انت شايفين بدون طهي استخدمه المرحلة الاولى بنستغنى عنها وهناك فيه بكتير بدائل انا حشرح لكم عن كل البدائل حديك كل البدائل لكل شي واحد كوب ماء ساخن على ستين جرام جيلاتين ممكن ممكن نعمل بديل للجيلاتين نوضع النشا ممكن نوضع بدل الماء الساخن ماء بارد ونوضع بدل الجيلاتين نوضع نشا نخلط المكونات كلها مع بعض نطبخها تاني لمدة عشر دقائق او سبع دقائق على البدائل ممكن نوضع اي بديل موجود للموم انه يمسك الخليط كله على بعض ممكن نوضع قرقار ستين جرام جيلاتين نباتة نوضعه تدريجيا مع التحريك عشان ما يكتل معانا متل ما حكينا بنوضع ممكن النشا وبنحركه مع ما بارد وبنرجع نطبخه تاني بعد ما نطحنه نعمل البنجر بناخد منه معلقتين طعام او معلقة طعام انا كترت كتير من البنجر انتو ممكن تاخذوا فقط معلقة بكفي انتو حسب زوقهم باللون ممكن استخدام اي نوع سبعه بدال البنجر انا كترت بنجر انتو ممكن توضع فقط معلقة واحدة بنجر بنضيف البنجر بنضيف نص معلقة صغيرة بصر مجفف من عند العطار موجود نص معلقة صغيرة سوم مجفف من عند العطار ايضا نص معلقة صغيرة فلفل اسود ملح الهيملايا نص معلقة صغيرة او حسب الزوق هو كتير مفيد وهذا هي الصوية نضيف قليل من الصوية هي ايضا اختيارة نضحن جيد نوضحها باي عبوة متوفرة عنا اي عبوة متوفرة عنا نستخدم العبوة بنوضحها داخل العبوة بنوضحها بالتلاجة لليوم الثاني ضروري مهم نوضحها لليوم الثاني بالتلاجة وهيك اللي الزيادة ممكن نسكف في كوب بلاستيك موضوه كتير بسيط وصهل هذا في اليوم الثاني خرجناها من التلاجة هي كتير روعة مناسبة للكيتو ولا النباتيين ممكن تتخففوا اللون والطعم كتير كتير هو روعة وصوية سوس كمان نعمل طعم كتير روعة الصوية سوس ممكن اضفوه هو اختياري حسب زوكم متل ما انتم شايفين كيف شكلها كتير هي روعة ممكن نوضحها الخبوز الكيتو دايت او الخبوز العادي حسب نظامكم الغذاء ممكن نوضح حمص ايضا الحمص مناسب ايضا للنباتيين نوضح نوضح خضار حسب الزوم كتير روعة وكتير مميز مميز طعم روعة بالخص للناس ما بتعقل اللحوم الناس النباتية ولكن يعني اكيد مش هكون نفس اللحم بالضبط ولكن الناس الممنوعة من اللحوم النباتيين هو بديل روعة لا تنسوا تشتركوا بالقناة تعملوا لايك مع السلامة